هل النظام المصري استكفى بالتعدي على حريات الأفراد الشخصية ولا الموضوع وصل للتعدي على حرية الفرد في رؤية الماء والخضرة والواجه الحسن كوباية شهاية كده وهيا بنا نشوف خلينا الأول نشوف ملف الحقوق الفردية وصل لحد فين أي نظام ديكتاتوري زي نظام عب فتاح الموسوليني أول حاجة بيحاول القضاء عليها هي الحرية الشخصية للأفراد لأنه بيشوف أنها العدو الرئيسي والمباشر لنظام حكمه وطبعا مش محتاجين نقول أن سيسي بدأ عهده بالقضاء على حرية الفرد بقتل وسحل المعارضة من أول الإخواني لحد الشيوعي والمسيحي والسجون المليانة بكل أطياف الشعب المصري تشهد على كده حتى حرية المعرصين ذات نفسهم مقيدة مش مسموح لهم يتنفسوا خارج جهاز السامسونج لأ ما مش معنى أنك تكون مؤيد أو مطبلاتي أو معرص فتتجنن في عقلك وتول رأي من دماغك كده يعني لازم إحنا لنحط الخط وإنت تمشي عليه وزي كده سكريبت شربة الفراخ البرازيلي اللي توزع من شيف شيربيني شخصيا على كل المطبلاتية في الإعلام والسكريبت اللي توزع على وسائل التواصل الاجتماعي بتاع أنا روحت سان مول النهاردة اشتريت فرخة برازيلي وطلعت حامل في بطين عشان تبقى مصري على قيد الحياة في عهد السيسي يبقى لازم تنسى أن ليك رأي اللي تحطي لك تاكله من سكات طب رايس يعني دسلنا نقطتين عسل في برميل السم حتى يفتحوا نفسين وكله ضرب ضرب بفشي تيمة دايما عم فتحه زملاء وديكتاتوريين حولين العالم شايفين أن حرية الرأي والتعبير هتؤدي لوجود معارضة حقيقية هتفرز رموز للمعارضة دي هتوصلنا في نهاية المطاف لمظاهرات أو على الأقل فأحسن الأحوال يعني رموز المعارضة دول ممكن يبقوا مرشحين محتملين حقيقيين لهم شعبية على الأرض في أي انتخابات ولا عيزوا بالله وطبعا إحنا عارفين أن الانتخابات شيء ضر جدا بالصحة وتؤدي إلى الوفاة وطبعا إحنا في غنى عن الكلام الفاضي ده كله يعني حرية إيه وزفت إيه ده حتى الحرية بتجيب مياه على الرئة ولا عيزوا بالله كم واحد تعرفه اتوقف في الشارع من ظابط وهم روح وسين وجيم ورايح فين وجاي منين وناس يزالوا خالتك اسمها إيه كم مرة أمين شرطة وقفك في المترو ولا في محطة القطر ولا كيفتح الفيسبوك ووريني موبايلك يعني ممكن يبقى فيه متفجرات أو أسلحة محرمة دوليا مثلا بس الصراحة بيني وبينكم معهم حق مش جايز الفيسبوك بتاعك تكون مخب فيه مسجلين خطر ولا حاجة ما يخافش الدكتاتور غير من الكلمة والأفكار ودول موجودين بنسبة يعني في فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي في صف عام وطبعا النظام ليه ذكريات أليمة مع وسائل التواصل الاجتماعي وصورة يناير ومظاهرات 11 11 الحاجات دي كلها مش بعيدة عن الأزهان يعني يا راجل ده حتى حريتك في أنك تشوف محتوى هادف فيه هدوء اتصدرت من النظام عن طريق تصدير الهيافة والقصص المفتعلة زي محمد بتاع الكشري وبودراع وابن شعبان عبد الرحيم وغيرهم وغيرهم طب سيبونا في حالنا حتى أولاد المسلوخة على وسائل التواصل الاجتماعي ما فيش في أي قانون في العالم بند بيسمح بتفتيش الممتلكات الشخصية زي الموبايلات للأشخاص العاديين اللي مفيش أي حاجة بتدينهم يعني حتى لو في حاجة بتدينهم فيه قانون ينظم الكلام مش زريبة هي بعد ثورة 30 سوبيا أي شارع فيه اسم أو مدرية أمن أو كنيسة اتقفل بالضبة والمفتاح بقى ملكش أي حرية أنك تعدي منه حتى لو هتلف الكرة الأرضية كلها عشان تروح بيتك يعني حتى حريتك في الماشي في بلدك بقت مقيدة وبقى لازم سبب مقنع لحظ ظابط عشان يخليك تعدي كم مرة لقيت شارع مقفول لمجرد أن موكب مكوة من حوالي 30 عربية معدي المصيبة أنك حتى بتبقى مش عارف ده موكب مين ولا رايح فين يعني حتى ما عندكش رفاهية أنك تروح شغلك في معاده عشان المدير ما يخصم لكش وديك كلمتين في جنابك لمجرد أن في حد معدي في الشارع ولا يلزمك ولا ينفعك والله حصلتلي في يوم من الأيام يعني أنا بس كان بيني وبيني الشغل أن أنا عدي الشارع بس الزابط مرضاش يخليني عدي أصلا ممنوع باش يا عم الشغل النحة التانية عدي الشارع بس هيتخصم لي يوم مفيش ما عرفش مين فينا عنده حرية أنه يرد على ظابط شرطة قل لأدبه عليه لمجرد أن شكله مش عجبه كم واحد تعرفه اتقبض عليه لمجرد أنه قال رأيه ولو بشكل ساخر حتى على وسائل التواصل اجتماعي حتى لو في موضوع سياسي من غير ما يدعو للتظاهر أي نظام مستبدي بيلاقي متحق غريبة في التسلط على الأفراد وتأييد حريتهم واختياراتهم حتى حريتك في اختيار الأكل والشرب بقت مقيدة ما لكش حق تاكل اللي انت عاوزه بفضل سياسات الدولة القمعية في مجال الخراب الاقتصادي حتى اللبس ما لكش حرية أنك تلبس اللي انت عاوزه انت بتلبس على حسب الملاليم اللي في جيبك هتجيب ايه حتى حريتك في اختيار شريك حياتك بقت مقيدة بحالتك المادية اللي بقت حالة يعني تصعب على الكافر في عهد عفتاح المسولين النظام السياسي ما كفهوش لاعتداء على الحريات الشخصية فقرر بقى أنه يعتدي على حرية الناس في رؤية الجمال والحياة في هدوء فخلى قضيته الأساسية أنه يقضي على أي مساحة خضرة الناس كانت بتعتبرها المتنفس الوحيد ليه وقرر أنه يحصرهم بكل مظاهر القرف والعشوائية زي الأصنام اللي بيعملوها في الميادين وبعدين يتفتحوا والناس تضحك عليهم ويرجعوا شيلوها مين اللي مسؤول عن انتشار التكاتك في الشوارع بمنتهى العشوائية لدرجة أنهم ما قربوا يبقوا أكتر من العربيات ومين المسؤول غير الدولة عن أنهم مشين في البلد كلها من غير تنظيم أو ترخيص أو خط سير من غير ولا ظابط ولا ربط واللأسف الشديد أغلب لسيقينها يقيم مع عيال صغيرة يقيم مع مسجلين خطر وبما أنهم ما لهمش نمر ولا رخص فمن الممكن يعملوا أي جرائم وما حدش يقدر يوصل لهم وده شيء طبعا يهدد السلم الاجتماعي اللي ما يهمش النظام في حاجة وطبعا بما أنه ما فيش رقيب عليهم فبيمشوا عكس اتجاه السير بمنتهى الإهمال فيخبطوا بقى عربيات الناس ويبلطجوا على خالق الله واللي بيعترض يكون مصيره الضربة أو قلة الأدب في أحسن الأحوال يعني يعني أنا عادت أدور كتير النظام إيه اللي مستفيده من قصة التكاتك والعشوائية اللي بتدمر حق الفرد في أنه يعيش في نظام وهدوء ما ليهش غير سبب واحد وهو أن الغضب الشعبي المكتوم يتحول لحرب شوارع بين الناس اللي ماشيين في الشوارع مليانين بهموم الدنيا وسوائين التكاتك من جهة وحرب تانية بين باقي الناس اللي بتسوق عربيات مع سوائين التكاتك برضه يعني الآخر خلوهم يخلصوا على بعض بعيد عننا والغضب اللي عندهم يطلعوا على بعض وإحنا قاعدين في أمان وكل ما المشاكل الشخصية تكتر إحنا في السليم والمشكلة هنا مش في سوائين التكاتك نفسهم الناس من حقها تشتغل شغلانة تاكل منها عايش وما لا يعيشوا إزاي المشكلة في اللي بيدير الليلة اللي بينظم واللي عاوزك تبص لسوائي التكتك على إنه هو المجرم لا المجرم هو اللي بينظم الليلة كلها ويخلي النتيجة بالشكل ده بس الشهادة لله يعني سوائين التكاتك بيكتبوا حكم حالو على ظهر التكتك زي مثلا بلاش اندهاش لسه تقيل مجاش تصدير الأزمات لأغراض سياسية وصل لمرحلة التعدي على حقوق الفرد في إنه يعيش من غير مشاكل على الأقل في حياته العامة زمانه إحنا صغيرين كنا نطلع نلعب قدام البيت في الشارع بقى في جنينا عندك قدام البيت كان فيه منطقة بتبقى متنفس للأسر البسيطة اللي مش مشتركة في نوادي بحكم الظروف الاقتصادية مين فينا مكانش في شام النسيم أو أي مناسبة ولا في ليلة الصيف حتى بيروح مع أهله في أي جنينا يعودوا ينبسطوا ويغيروا جوه وياكلوا ويلعبوا بس للأسف النظام قرر إنه يلغي الجناين دي ويجرفها ويقطع الشجر بحجة توسيع الشوارع والمساحات الخضرة بقت عبارة عن رصيف أسمنتي وسط الطريق بدون أي اعتبار لحق الفرد في إنه يشوف منظر حلو جميل يخليه يستحمل قرر في الحياة اللي عايشها في ظل حكم نظام السيسي تخيل حتى حرية الأطفال في اللعب السيسي قضى عليه وكأن البلد واللي عليها ملك السيسي يتصرى فيها زي ما هو عاوز الشعب مالوش حاجة في البلد تخيل إنه أقل مساحة خضرة بيحتاجها المواطن عشان يبقى مرتاح نفسيا يعني على حسب كلام ونظامة الصحة العالمية هي 9 متر خليني بقى أصدمك وقولك إن المساحة الخضرة المتاحة للمواطن المصري وفي القاهرة تحديدا هي 18 متر يعني بالصالح عن نبي كده حوالي 12 ونص سنتي تقريبا اللي هو بوحدات قياس السجن أزوني بقبضة بيقولك تب تنام على شبر وقبضة ولا شبرين وقبضة لا دول يا دوبة قبضة بس ما فيشش بار معنا في الموضوع خالص وطبعا الـ 12 ونص سنتي دول كمان بيقلوا عن كده في أغلب المحافظات والإحصائية دي أساسا قبل ما يسيس يقضي على أي مساحة خضرة في البلد يا رجل دا اللي بيموت محتاج أقل مساحة متر في متر يندفن فيها يعني الميت مرتاحة عن الحي في بلد صغيرة زي طنطة كان فيه مكان اسمه حديقة الأندلس حديقة عاملها عبد الناصر سنة 56 كانت عبارة عن جنينة حيوانات مصغرة وسط مساحة كبيرة من الخضرة فكان الأهالي بياخدوا أولادهم كل يوم جمعة يتغدوا ويقضوا اليوم هناك والعيل تلعب مع الحيوانات تخيلها مؤمن إن حديقة الأندلس دي الجيش حط إيده عليها وخليها تابعة لقوات المسلحة سنة 2016 بحجة تطويرها وبعد كده النظام اللي واخدها يطورها قفلها شوية على ما الناس تنسي وبعد شوية هدها وتباعت وتعمل مكانها محطة بنزين على شوية محلات منهم كشر التحرير النواية كانت بينا من الأول جيش إيه اللي بياخد جناين عشان يطورها يا الحديقة بترمي كاتاكيت الحديقة دي كانت مكان وحيد لملايين من محافظة كبيرة زي الغربية والمحافظات اللي حواليها بيشموا نفسهم فيه في لحظة الناس دي كلها اتضحى بيها وبماضيها وبمستقبل عيالها في مقابل محطة بنزين ومحل كشرية يعني السيسي مش مكافينه يبيع الشركات والمواني والأثار والجزر وقرر إنه يبيع الشوارع وكأنها ويرسموا كورنيش وبحر اسكندرية دا يعني من الحاجات اللي كان أهل اسكندرية بيشوفوها سبب إنه هم يعني يفتخروا إن ربنا خلقهم اسكندراني يعني كانوا بيحسوا كنا إنه هم رومان مصر شعب الله المختار وإن باقي الناس في باقي المحافظات عبارة عن شوية فلاحين بيروحوا يقرفهم في الصيف يعني بس يا أخي ربك ما بيسبش برضو السيسي حط التطش بتاعه بقى وأجروا بقى أغلب الصواطئ وتحط عليها تذكرة زي أغلب منشآت المنفع العامة اللي لسه موجودة والكورنيش دا بقى عبارة عن شوية كتل أسمنت وشوية كافيهات وحاجات كتير فوق بعض يعني لدرجة أنك مش هتعرف تمتع عينك بمنظر البحر غير نادرا وعندك كورنيش مارسة مطروح اللي استحالة وإنت ماشي عليه تشوف البحر بقى كورنيش كافيهات وزي كورنيش الغردقة وشرم الشيخ اللي بقى كلهم فنادق وكافيهات وبازارات في حين أن بلد مثلا زي البرازيل عندها شاطئ كوبا كابانا ممكن تمشي عليه ستة كيلو وانت شايف البحر من غير منظر يعكر مزاجك غير مرة ولا مرتين وده متاح للفقير والغني واللي مش لاقي يأكل حتى لأن في باقي دول العالم بيشوفوا أن البحر والخضرة وأي منشأة منفعة عامة من الحاجات اللي محرم على أي نظام أنه يفكر يجي جنبها أو يمنع حد منها لو حاول أصلا الناس مش هيسكتوله أو مش ما بيعملش كيلة عشان هو طيب لا أغلب الشعوب ما تدس عليهم لدرجة أن هم يتعامل فيهم كل ده ويسكتهم والشعوب وعية كويس جدا أن دي منشآت ملكية عامة ملك للشعب وما ينفعش يجي أي حد حتى ولو كان رئيس الجمهورية ويعتدي عليها لأي سبب ويحرم الناس منه الموضوع من الأهمية لدرجة أنك بتلاقيه في بعض الدول في الدستور في كولومبيا مثلا عندهم بند صريح في الدستور بيقول أن من واجب الدولة أنها تحمي الفضاءات العامة وتخصصها للاستخدام العام وأن دي أولوية تتجاوز المصالح الفردية في كولومبيا برضا عندهم معدل الجريم عالي وخصوصا في مجال تجارة المخدرات يعني فلما النظام حاب يقل المعدل الجريم عمل تخطيط عمراني جديد للعاصمة عشان يوسعوا فيه المساحات الفضية والخضرة للمواطنين عشان يوجهوا طاقة الشباب والأطفال في المكان الصح طبعا مش محتاجين نقول أن الدستور المصري مفيش فيه أي بند بتكلم عن منشآت المنفعة العامة وتجريم التعدي عليها من جانب الدولة وركز على كلمة الدولة دي قوي واتكع الدال لأن التعدي أصلا ما بيحصلش غير من الدولة وحتى لو حصل من أفراد فطبعا الدولة مش هتسمح بأن حد ياخد منها سبوبة التعدي ببلاش كده على الأقل عاوز تاخد جنينة ادفع حقها واحنا خدمينك عاوز تاخد الكورنيش كله ادفع حقه واحنا نوصله لك لحد البيت النظام في مصر ونظام عبدالفتاح السيسي تحديدا دايما القصة عنده مش قصة إن ده ينفع وده ما ينفعش أو ده قانوني وده مش قانوني أو إن فيه حاجة اسمها حق الشعب أصلا من الأساس القصة دايما ادفع هوريك اللي عمرك ما شوفته بس المهم يكون معاك فلوس وتدفع إنما غلبان وعاوز تلاقي جنينة تتمشى فيها ولا بحر تعم فيه ده ببلاش أنا هنهرج ده حتى حق المواطن في رؤية الوجه الحسن صادروا عليه وما بقاش فيه حق للمواطن غير إنه شوفه شعكرة تقطع البرسيم من الغيط زي أحمد موسى وعمر قديب ولميس ومحمد الباس ما فيش أي بلد بتتقدم أو بتعمل نهضة حقيقية غير لما بتكون نهضتها أيما على حماية حق المواطن ما فيش دولة بتكون عزيزة والمواطن فيها مزلول ما فيش دولة في الدنيا بتتطور أو تتقدم أبدا وهي فلسفة الحكمة عندها أيما على إنها إزاي تحلب المواطن وتقلبه ولو في جنينة نشوفكوا على خير إن شاء الله